أبطال سنة ستة حبايب قلبنا النهاردة هندخل الوحدة الاخيرة والمحادثة بتاعت الوحدة انا وفلفل هنقدمها لكم وطبعا مستر مصطفى هيجي بعد ما نخلص ويشرح لكم الدرس جاهزة فلفل؟ طبعا يا خوخ جاهز وانتو جاهزين يا أبطال؟ يلا بينا هاي فلفل I love making things زاك فلفل انا بحد صنع الاشياء why don't we make something new؟ ليه ما نعملش حاجة جديدة؟ that's a great idea فكرة جميلة جدا do you have something in mind؟ عندك حاجة معينة في بالك؟ I have some perfume oil انا عندي شوية زيت عطري we can use it to make candles وممكن نستخدمه ونعمل منه الشموع candles؟ شموع؟ واو رائع اي رفت انا بحب كده جدا here are the instructions خل يا فلفل تعليمات can you read them out to me؟ ممكن تقرهم لي بصوت عالي؟ right طبعا first اول حاجة we need some wax محتاجين بعض الشمع الخام here it is وادي يا سيدي الشمع الخام it's palm wax ده بقى شمع النخيل مش اي شمع from Egyptian palm trees من اشجار النخيل المصرية it makes really nice candles هيعمل فعلا شموع جاملة جدا how much do you need؟ هنحتاج الدقية في الفل it says use 450 grams of wax to make three candles التعليمات دي بتقول ان احنا نستخدم ربا مية وخمسين جرام من الشم علشان نعمل ثلاث شموع okay there is about 500 grams الموجود كده حوالي 500 جرام here that's enough فده مكفي الحمد لله what's next اللي بعدي كده يا فلفل we need some perfume oil هنحتاج بعض الزيت الاطري here وآدي يا سيدي these are little bottles of lemon oil دول كده كم زجاجة من زيت اللمون that smell lovely رحتو جميلة جدا how much do we need؟ هنحتاج قد ايه؟ the instructions say التعليمات بتقول squeeze in about 40 drops of oil هنعصر حوالي 40 أطرة من الزيت fine تمام جدا and we can take about 15 flowers ممكن بقى ناخد حوالي كده 15 زهرة and press them on the tops of the candles ونضغطهم على قمة الشموع yes good idea فكرة جميلة يا خوخة then we need one glass for each candle هنحتاج كباية لكل شمعة and one wick وفتيل واحد that's a little cotton rope inside the candle الفتيل ده اللي هو الحبل القطني الرفيع الصغير اللي جوا الشمعة oh yes ايوه 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 عرفان and we need some popsicle sticks وهنحتاج بعض الأعواد الخشبية to hold the wax up in the glasses علشان تثبت الفتيل في الأكواب الزجاجية so that three glasses يبقى هنحتاج ثلاث كبايات three wax وثلاثة من الفتيل and three popsicle sticks وثلاث أعواد خشبية right تمام now what do we need to do first هنعمل ايه اول حاجة بقى الخوخة let's see يلا كده نشوف step one الخطوة الأولى متقولك يا سيدي heat the wax to melt it هنسخن الشمع الخام علشان نذيبه then stir it well وبعد كده هنقلبه كويس والخطوة الثانية لا خلاص كده يا فلفل هي كده بس مستر مصطفى هيجي دلوقتي ويشتح الكلام اللي قولناه احنا هنمشي ومستر مصطفى هيجي يا ابطال يلا good bye سلام عليكم ابطال سنة ستة حبيب قلبي اهلا بيكم انهارده ان شاء الله الوحدة الاخيرة في ترم الاود الوحدة الاخيرة يعني اسمها taking care الاعتناء هنتعلم في الوحدة دي حاجات جميلة جدا خصوص ان احنا بقى نعتني بشكلنا ومنظرنا والحاجات دي الوحدة شيقة جدا وآآ جميلة بجد وانتها يعني حتتبسط جدا من الحاجات اللي موجودة او الدروس اللي موجودة في اليانت في الوحدة ودرس النهاردة هيكون درس برضو جميل جدا وشيق جدا بس مطلوب منك انك تعمل تدبير للشاشة لو انت بتفرج على تليفون كده عشان تشوف كل حاجة واضحة ولو انت بتتفرج على الشاشة كبيرة فخلاص ما تعملش حاجة كبر الصورة على الجودة خلي الجودة عاليا عشان نشوف كل حاجة بوضوح ويتروق علينا بقى لايك جميلة كده بص كده انت مشترك في القناة ولا لأ ولو مش مشترك يريد تشترك في القناة ولو متاح الجرس اظن هو مش هيكون متاح لكن لو متاح لو متاح هيريد تعمل يعني تفعيل الجرس علشان يوصلك بعد كده اشعار بكل فيديو جديد احنا بنقدمه انا بحبك جدا يا بطل بحبك جدا يا بطلة ودلوقتي يلا بينا نبدأ هنبدأ مع بعض بالكلمات والكلمات مترتبة ترتيب غير ترتيب الكتاب اللي متابعني عارف الكلام ده علشان بجمع كلكم كلمة كده ونعمل جملة نفهمها وبعد كده يا سيدي نرجع نفتح الكتاب تاني ونقرأ الكلمات من الكتاب بس الوقت ايه في الكتابك ايه في الكتابك خالص انا مش عاوزك فاتح الكتاب انا عاوزك بس معك الورقة او القلم ومركز هنا وتكتب ورايا من هنا وبعد كده يا سيدي هنفتح الكتاب يانت سكس الوحدة الستة لسن وان الدرس الاول واسم الوحدة تيكن كير الاعتناء اول كلمة الزيت العطري زي زيت اللمون الجميل ده وده ريحته جميلة جدا اسمه بيرفيوم ايل طيب بيرفيوم يعني عطر اويل يعني زيت بيرفيوم اويل زيت عطري بيرفيوم اويل بيرفيوم اويل بيرفيوم اويل بيرفيوم اويل هنستخدمه علشان نعمل شمع شمع عطري كده ريحته جميلة فهيكون ده من المقادير اللي احنا هنستخدمها اتفقنا اتفقنا بيرفيوم اويل عندنا كمان التعليمات اللي احنا هنتبعها علشان نعمل حاجة في تعليمات هنتبعها انسترقشنز 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 can you read ممكن تقرأ the instructions التعليمات او تقرأها بسط عالي read out تقرأ بسط عالي instructions التعليمات اللي احنا follow هنتبعها أنت لازم تتبع التعليمات وعندي كمان يقرأ بصوت عالي زي ما في الفل أرى التعليمات بصوت عالي في النقط هنا هنقول إحنا بنقرأ إيه بصوت عالي يقرأ التعليمات بصوت عالي ممكن تقرأ التعليمات بصوت عالي يقرأ بصوت عالي ممكن تقرأ التعليمات بصوت عالي ألم تستفهم ممكن تقرأ التعليمات بصوت عالي واكس اللي هو مادة الشمع الخام واكس واكس وده طبعا أهم مكون في الشمع في الكاندل عشان أعمل كاندل فأنا محتاج واكس المادة الشمعية المادة الخام دي واكس 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 سهلة دابليو اي اكس اللي هو الشمع الخام واكس شمع النخيل شمع النخيل المصري ده بيكون يعني غودة عالية جدا تبدو رائحته جميلة أو له رائحة جميلة تيجي تشم وردة كده يعني الله رحيتها جميلة لو أول حاجة أخدناها أو أول كلمة قلناها يعني تبدو رائحتها جميلة سميل لفلي سميل لفلي سميل لفلي هذه فلاورز حطها في جملة هذه فلاورز الزهور دي سميل لفلي رائحتها جميلة سميل لفلي هذه فلاورز سميل لفلي يعني ما الكمية اللي احنا محتاجينها لو ما تيجي تسعى الكمية والجملة دي how much do we need احنا محتاجين واكس محتاجين مادة الشمع الخام طيب محتاجين قدي ايه محتاجين perfum oil محتاجين زيت عطري طيب محتاجين قدي ايه how much do we need طبعا need يحتاج how much do we need مركز صح how much do we need how much wax هنا بقى انا حددت how much wax ما كمية الشمع الخام do we need يعني انا ضفت كلمة wax how much wax ما كمية الشمع الخام do we need اللي احنا محتاجينها طبعا to make candles أو to make three candles علشان نعمل طلال شمعات how much wax do we need how much wax do we need اوكي squeeze يعصر squeeze squeeze تمسك ليمونة كده وتعصر squeeze squeeze زي ده يمسك الاماشة او السفينجة وبيعصر squeeze 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 وده فعال منتزم فعال بست منه هنضيف do you squeeze squeeze يعصر squeeze drops of oil قطرات من الزيت drops of oil drops يا بابا يعني قطرات drops of oil قطرات من الزيت drops of oil drops of oil قطرات من الزيت squeeze in about اصر فيها كده حوالي forty drops of oil اربعين قطرة من الزيت يعني اطر كده تمام حوالي اربعين قطرة من الزيت squeeze in about حوالي forty drops of oil squeeze in about حوالي forty drops of oil glasses اكواب glasses glasses لو انا محتاجة اعمل ثلاث شمعات خلاص هتحتاج three glasses ثلاث اكواب glasses glasses طبعا glass بس كوب glass بس كوب وضيف اس بس بأت glasses اكواب we need احنا محتاجين three glasses ثلاث اكواب to make علشان نعمل three candles ثلاث شمعات we need three glasses to make three candles press اضغط او يضغط press 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 هنضغط زهور on the tops of the candles على قمم الايه الشمعات press اضغط press 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 فعلي منتظم البست هنضيف ايدي ويبقى pressed بغط press on اضغط على press on اكواب press on press on press on press on press on اضغط على on the top of على قمة وقول على قمة ايه يعني هنا التفاحة فين on the top of the box على قمة الكتب on the top طب يا بابا لها القمة on the top of على قمة on the top of on the top of on the top of we press احنا بنضغط the flowers الزهور اللي هي اسمي lovely راحتوها جميلة on the tops of على قمة اللي ايه on the tops of the candles على قمة مش موعة we press احنا بنضغط the flowers الزهور اللي جبناها on the tops of the candles على قمة مش موعة weck الفتيل ده 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 الفتيل اسمه weck الخيط ده او الحبل القطني ده اسمه weck اللي بيتولع تمام جوه الشمعة اسمه weck 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 كاي weck اللي هي الفتيل weck weck cotton roob حبل قطني طيب ما هو weck عبارة عن cotton roob حبل اطني برافو صح 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 الweck الفتيل هو عبارة عن cotton roob cotton roob cotton roob cotton roob حبل اطني cotton roob cotton roob cotton roob ايه بتاع weck الفتيل the little cotton roob الحبل القطني صغير ده inside the candle اللي جوه او داخل الشمعة هو ده يبقى what is the weck the little cotton roob الحبل القطني الصغير inside the candle اللي جوه الشمعة اه دي اللي هي العصار الخشبية بتاعت الايس كريم اسمها popsicle sticks popsicle sticks popsicle sticks العصار بتاعت الايس كريم او المصاص popsicle sticks popsicle sticks popsicle sticks popsicle sticks عصى الايس كريم هنا الجامعة الواحدة بس popsicle stick لكن ده كله اسمه popsicle sticks popsicle sticks طب احنا هنحتاج ده علشان نعمل اه ما هو الفتيل ده ايه هيمسكه حاجه زي كده يمسك الماضي مسك طيب يسند يخليه فض الواقف كده يعني ما يقعش الفتيل محتاج انه يتمسك علشان ما يقعش يسند الفتيل يسند هما هنا مسكين الحبل ده علشان ما يقعش يسند احنا محتاجين بعضه عصر ايس كريم ليه محتاجيها ليه ليه لكي hold the wicks up تسند الفتيل in the glasses في الاخواب اوكي what do we need to do first يعني ايه ماذا نحتاج ان نفعل اولا ايه اول خطوة نعملها what do we do what do we need to do first what do we need to do first what do we need to do first heat يعني يسخن heat فعلي منتظم الباست منه هيتد هيت يسخن هيت سخن الخليط هيت يسخن هيت ده بيقلب يقلب يعني ستر ستر والباست ضعف الار وضيف ايدي ستر يقلب ستر الليبون كويس ستر ستر يقلب ستر بلورات الصابون ستر ده بعلش حاجة تانية باش موضوع تاني نحن نعمل صابون ستر ستر بلورات الصابون بلورات الصابون سوب علشان تعمل صابون انت محتاج بلورات الصابون سوب كريستلز بلورات بلورات الظهور فلاور لواء الورقة بتاع الظهر ده فلاور بلور بلور بلورات الظهور بلور بلورات الظهور Ingredients المأدير او المكونات اللي داخله في الحاجة اسمها the ingredients المكونات ingredients the candles اللي هنعمله الشموع اللي هنعملها لها ingredients ليها مكونات هنجيبها لو عاوزين نعمل sobe, saboon ففيه ingredients فيه مكونات فيه مكونات هنستخدمها او هنجيبها ingredients مكونات او مأدير ingredients كل الكلمات مهمة يا بطل put the ingredients for your soap حط المكونات أو المأدير بتاعت الصابون اللي بتعملوا in a bowl في سلطنية في وعاء في إناء put the ingredients for your soap in a bowl put the ingredients for your soap in a bowl wooden spoon معلقة خشبية wooden خشبي wooden spoon معلقة خشبية wooden spoon wooden spoon stir الليب the ingredients المكونات with a wooden spoon بالمعلقة الخشبية stir the ingredients with a wooden spoon stir the ingredients الليب المكونات with a wooden spoon بالمعلقة الخشبية take يأخذ take يعني البنوتة دي هتبدأ تاخد البتاع دي take يأخذ والباست took أخذ take took take took يأخذ take take لما أقول بقى take وأقول حاجة أوكي وبعد كده أقول off the cooker يعني بتشيل من على البتاجاز أوكي بترفعها من على البتاجاز مثلا take the pot take the pot pot اللي يقول الحلة take the pot of the cooker بتشيل الحلة من على البتاجاز أوكي take وأقول take بتشيل a off the cooker يعني بتشيل من على البتاجاز take the ingredients شيل المكونات دي off the cooker من على البتاجاز خلاص سخنتها تمام خلاص take the ingredients off the cooker تمام take the ingredients off the cooker بعد ما سخنت شيلها بقى من على البتاجاز خلاص take the ingredients off the cooker container وعاء وعاء بنحط في الحاجة container container ممكن يبقى علبة ممكن يبقى برطمان ايا كان ازازة container وعاء container 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 soap container تمام لواء الوعاء أو الحاوية بتاعة الصابون container container press the ingredients اضغط المكونات into a soap container container جوه وعاء الصابون علشان تاخد شكل صابون press اضغط the ingredients المكونات into داخل a soap container وعاء الصابون add يضيف add add يضيف فالشيف ده بيضيف الملح add والباست added فعال منتظم add added add added add added you can add ممكن تضيف flower petals بتلات الظهور to make the soap لتجعل الصابون look and smell lovely تبدو شكلها وسميل وريحتها lovely جميلة فممكن تضيف بتلات الظهور كده السلام هتخلي الصابون رحتوا وشكله جميل you can add flower petals to make the soap look and smell lovely sugar السكر زيك sugar 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 salt الملح salt 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 الملح salt salt quantities salt salt quantity quantity كل حاجه هنا بكمية quantity quantities في هلي بالكان وفي هي بالباق وفي هلي بالباكيج أو الباكت كل حاجة هنا بالكمية كميات كميات القياسات القياسات في حاجات بتتأس بالكيلو جرام في حاجات بتتأس في حاجات بتتأس بالميلوليتر في حاجات بتتأس بالسنتيمتر دي كلها قياسات 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 كيلو جرامز الكيلو جرامز كيلو جرامز كيلو جرامز جرامز الجرامز الحاجات البسيطة الأوزان الصغيرة ليترز الليترات ليترز مليليترز المليليترات العبوات العلب العلب زي العلب الصفيح أو العلب المعدن طبعا طبيعي 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 يبحث عن يبحث عن بدور على حق لو شفت واحد عمي يدور قل له What are you looking for انت بدور على ايه يبحث عن brush 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 تستخدم الفرشة brush 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 برضو ليه الفرشة we can use احنا ممكن نستخدم الزيت العطري to make candles علشان نعمل شموع we can use to make candles جمل حلوة قوي في الاخر هي جملة هي جملة واحدة طيب احنا كده خلصنا ملف نفتح بقى الكتاب انا هارضك الكتاب دلوقتي ونبص مع بعض كده نركز يا بطل نركز علشان بعد من خاص الكتاب عندنا بقى وهو يعني الحاجة اللي احنا اصلا اصلا جينا علشانها نحن نعرف نكتب عن الدرس طيب يلا بينا يا بطال حباب قلبي نفتح كتابنا ونبص مع بعض يلا بيد هعجبني اويل كفر بتاع ليونيت بتاكن كير الاعتناء هني fondo إ Kag james هاجب لك الاعتناء اكتر من كده طيب أوكي سكس الواحدة الستة الاعتناء الكلمات بترتيب الكتاب أعواد الآيس كريم أو المصاصة قطرات زيت الشمع الخام يضغط يقلب يعصر يسخن طبيعي الفتيل تعليمات أكواب زجاجية القياسات شمع النخيل حزمة أو عبوة البتجاز الإناء أو الوعاء السكر بلورات الصابون بيتلات الظهور كميات ملح زيت عطري مكونات معلقة خشبية وحبل من القطن اللي هو الوك الفتيل هل تعلم هي حلوة هل تعلم لما تيجي تسرح شعرك ده بينشر الزيت الطبيعي من جلدك في شعرك من الجزور لغاية من الأطراف بتات الشعر فده بيحمي وبيقوي الشعر ده بيحمي شعرك من الحرارة وهي عدم النظافة and makes it look shiny يخلي شعرك كده شكله الهمع كده unhealthy وصحي يعني تسرح شعر حلوي يعني هو أزيول كده طيب يقلب stir أفعال منتظمة stir والماضي stirred يضيف add والماضي added يمشت brush والماضي brushed أفعال irregular يأخذ take والماضي took يمسك hold والماضي held وعندينك suppression زي press on يضغط على يرفع من على البتجاز اسمها take وأقول take a of the cooker يعني take the ingredients of the cooker رائحتها طيبة smell lovely يسند أو يمسك hold up تمام hold the wicks up يمسك الفتيل يبحث عن look for look for على قمم on the tops of on the tops of يقرأهم بصوت عالي read them out اللي هو تقرأ instructions التعليمات read them out المحادسة كانت غوخة وفلفل الألواف الأول بس هي هي بين ماما وبين ليلة فماما بتقولها hi ليلة i love making things وحب صنع الأشياء why don't we لم لا ذقت راح why don't we make something new لم لا نفعل شيئا جديدا فهي قالت that's great idea انها فكرة عظيمة do you have something in mind عندك حاجة معينة في بالك في ذهنك do you have something in mind فقالت i have some perfume oil أنا أصلا عندي بعض الزيت العطري we can use it ممكن نستخدمه to make candles ونعمل منه شموع candles البنوتة بقى شموع واو رائع i love it أنا بحب كده أنا أحبها الشموع دي فماما مجهزة تعليمات وبتديها الليلة وبتقولها here are the instructions ها هي التعليمات can you read them out ممكن تقريهم بصوت عالي to me ليا فالبنوت قالت right حسنا first أولا we need some wax محتاجين بعض الشمع الخام we need some wax فماما جابت وقالت here it is آهو هذه يا ست الشمع الخام it's palm wax ده شمع النخيل ده مش أي شمع it's palm wax from Egyptian palm trees شمع النخيل من أشجار النخيل النصرية it makes really nice candles وده بيعمل فعلا شموع جميلة جدا how much do we need احنا محتاجين قد ايه ما الكمية اللي احنا محتاجينها how much do we need فالبنت بتقرأ كده وقالت it says بتقول use استخدم 450 grams 450 grams of wax من الشمع الخام علشان يعملونا three candles to make three candles فمامي قالت تمام احنا معانا 500 جرام يا ستي يعني كافي okay there is about 500 grams احنا معانا حوالي 500 جرام here that's enough هذا كافي what's next في ايه بعد كده فالبنت بتقرأ وبتقول we need some perfume oil احنا محتاجين بعض الزيت العطري فمامي قالت here وهو يا ستي these are little bottles of lemon oil زجاجات كده كم زازة من زيت الليمون they smell lovely رائحة وطيبة جميلة how much do we need محتاجين منه قدي ايه فالبنت بتقول the instructions say التعليمات بتقول squeeze in ضعي about حوالي 40 drops of oil 40 قطرة من الزيت هومي قالت fine تمام and we can take about 15 flowers ماما بقى بتضيف من عندها ممكن ناخد حوالي كده 15 زهرة and press them ونضغطهم on the tops of the candles على القمم او على الاجزاء العلوية من الشموع فالبنت عجبتها الفكرة yes good idea فكرة تمام يا ماما then we need one glass for each candle كل شمعة هنحتاج لها كباية and one wick وفتيل واحد لكل شمعة برضو يبقى الفتيل ده ماما لهو that's the little cotton rope الحبل الاقني الصغير ده inside the candle لجوه الشمعة فمامي قالت oh yes and we need some popsicle sticks وعنحتاج بعض اعواد الايس كريم او المصصات to hold the wicks up علشان يسند الفتيل in the glasses في الاكواب وليلة قالت لها so that's three glasses يبقى كله كده ثلاث كبيات three wicks وثلاثة من الفتيل and three popsicle sticks وثلاثة من اعواد الايس كريم right صح كده ليس كذلك now what do we need to do first محتاجين نعمل ايه اول حاجة فمامي بتقول لها let's see هاتي بقى دوري بقى هاتي step one الخطوة الاولى heat the wax نسخن الواكس الشمع الخام to melt it علشان نذيبو تمام then stir it well بعد كده هنقلبو كويس وسكتو على كده لو كانوا نكملوا كنا ممكن احنا نعمل ثم سكتو طب ايه طرح الحبل اللي من القطن صغير لجوه الشمع ده الفتيل اللي هو هنا بيقول لي بص الكميات ممكن نتعامل معاها مثلا بالكيلو جرامز بالكيلو جرامات في حاجات كده بالكيلو جرامز في حاجات بالجرامز بالجرامات حاجات صغيرة في سوائل بالليترز بالليترات وفي قطرات صغيرة دي بتكون بقى بالميلي ليترز بالميلي لتر في حاجات ممكن يعني تكون كميتها كده بالسبونز تمام ثلاث معلق سكر مسلا معلقتين ملح هنتعامل معاها بالسبونز في حاجات بالباكيجز بالعبوات في حاجات بالكانز بالعلب الصفيح طيب هو ازاي عمل صبون بقى صبون ازاي to make soap علشان تعمل صبون you need انت محتاج دول ودول اسمهم ingredients مكونات salt ملح water ماء soap crystals بلورات صبون oil زيت وزيت عطري زيت عادي وزيت عطري بتلات الظهور هو لو كان المآدير دي بتاعتها الكميات بتاعتها كنا ممكن نعملها في الفيديو نعمل صبون قدامك بس هو ما قال ليش الطيب التعليمات ايه اول حاجة put the ingredients حط المكونات الستة دول for your soap in a bowl حطها في وعاء حط المكونات دي في وعاء heat the ingredients on a cooker وبعد نهاتها كده سخنها على البوتجاز وهي بتسخن قلب next stir the ingredients قلب المكونات with a wooden spoon بمعلاقة خشبية سخنة تمام take the ingredients off the cooker زيل المكونات شيلها كده رفعها من على البوتجاز when the ingredients are hard and cool لما تلاقي المقادير دي بقت صلبة وبردة press them into a soap container هاتها كده واضغطها في وعاء الصابون لشان تاخد شكل صابون you can add flower petals ممكن تضيف بتلات الزهور to make the soap look and smell lovely لتجعل الصابون يبدو ورائحته طيبة شكله كويس وريحته كويسه وبس بس هنا لكن مش بس الفيديو احنا عندنا بها حاجة صغيرة ومهمة مهمة مهمة جدا اللي هو ال paragraph فتعالوا يا ابطال يلا بينا نقرأ ال paragraph مع بعض يلا يا ابطال موسيقى الجمل دي ابطال لما تتجمع كده جنب بعض هتعملها ال paragraph جميل جدا جدا بعنوان making candles صناعة الشموعه تمام؟ طبعا يونسكس الواحدة الستة الدرس الاول اه الواحدة اسمها taking care الاعتناء اه قالك مسلا اكتب لي على making candles او how to make candles ازاي تعمل شموع الجمل ايها قدامك طيب اول حاجة انا مش هتقول في الموضوع على طول انا هقول ان making candles is easy تمام صناعة الشموع سهلة عايز تقول is not difficult مش صعبة هي هي making candles is easy صناعة الشموع سهلة there are some instructions to get بعض التعليمات to follow لتتبعها الهي دي اللي احنا نقولها دلوقتي فانا كده عملت المقدمة making candles is easy there are some instructions to follow زي ايبة first اولا we need some wax احنا محتاجين بعض الشمع الخام طيب ايه احسن واكس palm wax from Egyptian palm trees شمع النخيل من اشجار النخيل المصرية makes nice candles ده بيعمل شموع جميلة first we need some wax palm wax from Egyptian palm trees makes nice candles طيب ايه تاني غير الواكس we need some perfume oil we need some perfume oil يبقى الملتين بيبدأ we need we need wax وperfume oil زيت عطري we need some perfume oil طيب احنا نقضيها we need we need عايزين خطوات يعني طيب two make three candles علشان نعمل ثلاث شموع we squeeze in بنضع about حوالي forty drops of the perfume oil اربعين قطرة من الزيت العطري يبقى احنا قلنا محتاجين واكس وقلنا جملة على الواكس محتاجين perfume oil وجملة على perfume oil طيب بعد كده الخطوة الاختيارية بقى اللي كانت ماما قالتها ممكن نضغط بعض الظهور على قمم الشموع او على الاجزاء العلوية من الشموع طيب رجعنا تاني we need we need one glass محتاجين كوب for each candle لكل شمعة وإيه كمان وفتيل واحد برضو لكل شمعة طيب محتاجين كمان we need some popsicle محتاجين بعض اعواد الايس كريم او العصر بتاع الايس كريم طب انا محتاجها لدي to hold the wicks up علشان تسند الفتيل in the glasses في الاكواب بس هو ده البراغراف لا هنقوله تاني يالله بينا making candles making candles is easy صناعة الشموع سهلة there are some instructions to follow ها هي بعض التعليمات اللي تتبعها طب المفروض هنا انزاود اس first we need some wax محتاجين بعض الشمع الخام جملة على الواكس palm wax from Egyptian palm trees شمع النخيل من اشجار النخيل المصرية makes nice candles بيعمل شموع جميلة we need some perfume oil محتاجين بعض الزيت العطري طيب to make three candles علشان نعمل ثلاث شموع we squeeze in بنعصر بنقطر بنضع about حوالي 40 drops of the perfume oil 40 قطرة من الزيت العطري we can press some flowers ممكن نضغط بعض الظهور on the tops of the candles على قمم الشموع we need one glass محتاجين كوب for each candle لكل شمعة and one wick وفتيل we need some popsicle sticks محتاجين بعض اعواد الايس كريم او عصر الايس كريم to hold the wicks up علشان تسند الفتيل in the glasses في الاكواب ما تنساش يا بطل تاخد سكرينشوت للبراجراف ده علشان تحتافظ به عندك وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة thank you for watching شكرا جدا يا ابطال المشاهدة وشكرا انكم كملتوا الفيديو الاخر واستحملتوني ووصلتوا لنصر دي في الفيديو انا بحبكم جدا 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 ان شاء الله الفيديو الجاي هنحل على lesson 1 ودلوقتي وانا زعلان هقولك وخلاص سلام goodbye